احداث كتيرة جدا واستعدادات لموسم القمح بالذات في الموسم الشتوي زراعة المنوفية تبدأ برنامجا تدريبيا حول محصول القمح والإعلام مرة أخرى 420 جنيه للأردب دي معلومة بنأكد عليها تقريبا يوميا كل أقل من ساعة من خلال شاشة مصر الزراعي عشان محدش يسمع لأي شائعات ربا 120 جنيه الحكومة هتستلم الأمح من المزارعين إن شاء الله في هذا الموسم أعلن المهندس محمد مرسي سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي لمحصول القمح تقوم فيها الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمدرية بالاشتراك والتنصيق مع الحملة القومية للمهوض بمحصول القمح وينفذ البرنامج خلال الفترة من 21 أكتوبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2014 كما أكد وكيل وزارة الزراع أنه تم تحديد سعر توريد القمح لهذا العام ليبلغ 420 جنيه للأردب وتم عمل الدعاية الكافية والإعلان في المساجد وتعليق منشورات في الجمعيات الزراعية بهذا السعر كما أكد على توفير جميع تقاوي القمح بأصنافه المختلفة بجميع إدارات التعاون يعني ده مجهود من شأنه أن إن شاء الله في هذا الموسم يبقى عندنا حافظ أن نتغلب على الزراعات اللي تمت في الموسم السابق عافظين كل مزارع في هذا العام يقول أو في هذا الموسم أنا إن شاء الله هزود الإنتاجية في أرضي عندنا العديد من الحقول الإرشادية عندنا ورش عمل يعتبر وتابعة من المهندسين الزراعيين من خلال شاشة مصر الزراعية أنتبع معكم محصول القمح من بدء تجهيز الأرض الزراعية إلى إن شاء الله موسم الحصاد عايزين يبقى فيه حافظ من جوة المزارع عن مصر إنه هو يقول هزود الإنتاجية هذا العام هو في الآخر هيعود عليك أنت يعني أن كل زيادة هتبقى في أرضك أنت هتستفيد بيها مادية جميع العوامل متوفرة هذا الموسم تطوير الشوان أيضا بيتم لاستقبال هذه الأقماح إذن في هذا الموسم هناك فرصة جيدة جدا لكل المزارعين اللي هيزرعوا أمح بإذن الله